في ظل الظروف دي مش عالله يعني قدرت تحقق النجاحات الموجودة في التقرير لـ 20-23 هو الحقيقة نحن بحكم أن البنك الزراعي المصري موجود في أغلب قرى الريف المصري فكان فيه استراتيجية واضحة محطوطة من أول يوم مجلس الدراعي قرارها وعتمدت من البنك المركزي وهو الاعتماد على المشروعات الصغيرة ومتوسطة ومتوسطيات الصغر الدعم الكامل للمزارع والفلاح وبالتالي كان لازم ننزل نبقى جواه سوق نفسه ننزل نبقى مع المواطنين مع الفلاحين مع المصانع مع المشروعات اشتغلنا على مجموعة من المحاور الحقيقة المحاور دي كان أهمها هو احتياجات العميل بتاعنا ايه ففجانا للعميل محتاج دايما نبص على الفئة التسليفية الخاصة بالزراعات اللي هو بيعملها وبالتالي كان مهم جدا ان احنا ندرس التكلفة الحقيقية وننصق مع وزارة الزراعة في الدراسات بتاعتنا لان خلي بقى الحركة ان كل القروض الزراعية هي قروض مدعمة بخمسة في المية من الدولة وبالتالي مهم جدا ان الدعم يروح لمستحقية والدعم يستخدم الاستخدام الصحيح بتاعه وبالتالي كان لازم نحرك الفئة التسليفية حركناها اكتر من اربع مرات في خلال العميل الماضية طيب لو ما فيش مصانع دي اهم دي اهم ميزة في البنك الزراعي فكرة انه الفئة ده خمسة في المية دي ميزة مهمة جدا بس برضو اكيد فيه مميزات اخرى بس انا اكيد توقفت عندها كميزة بوسي البساطة اللي بنتعامل بيها مع المزرعين بتاعنا وان احنا بنقدر نوصل لهم وان احنا بنقدر نكون البنك فعلا اللي هو بيدعم المواطن البسيط ده ده بنك لكل بيت فبالتالي ان انا لازم اكون اكون دي من اهم الميزات اللي عندي ايه وبالاخص ان احنا عيننا 4500 موظف جداد ده رقم اه هو فعنا الرقم ومن اهالي الريف المصري من اهالي القرى من كل محافظة عينت من كل مركز افاند عيننا من كل مركز لان هو في النهاية هو بيتعامل مع اهله اللي في المركز وعرف ثقافته عرف يوصل لهم المنتج ازاي اه دي فكرة برضو دي حاجة مهمة جدا بيكلموا الناس بلغتهم والمهم بالزبط والمهم ان احنا رجع الثقة للبنك الزراعي بعد اما هو كان فقد المصداقية مع العمل ابتوعه وبالتالي هو فعلا لما عملنا عادة هيكلة للقروض المتعسلة اللي عندنا لما عدمنا جزء من القروض اللي كانت تقريبا اكسبيرد من سنة 2000 و2005 او لسه موجودة في البنك يا خبرة بياد اه طبعا من 2000 و2005 كان فيه تعصر في الفترة داته والفوايد بتتراكم وعالجنا كل المشاكل اللي كانت موجودة في البنك ده ادى العميل ثقل حضرتك وادله مش ثقله بس وادله ثقه في المؤسسة اللي بتعاملنا بتكلم في الثقة دي اول حاجة الحاجة التانية برضو ان احنا نتكيف مع ظروف الاقتصادية بمعنى ندي الدعم للعميل بتاعنا على اكمل وجه ما ينفعش انه يبقى عميل طالب تمويل وفقا ودراسة الجدوى بتاعته سيه مثلا هو عايز 2 مليون جنيه اروح اقول له انا هديه 500 بس اه انا حكمت على المشروع من اوله انه ما يكملش او ما ينجحش عملنا مراكز ديات الاعمال اللي موجودة في كل محافظة من محافظات بتاعتنا دي بنساعد العملة بتاعنا في دراسات الجدوى بنساعدهم في الاوراق استخراج الاوراق بنساعدهم في انه هم يبتدوا يعملوا مشروع حقيقي وبالتالي لو هو مش عارف يعمل زنايا بنساعده انه يعمل زنايا رحنا برضو للتمويل المتناهي الصغر وبطاليا ندور على المرأة الريفية والاقتصاد الريفي وده كان من ضمن الحاجات المهمة جدا اللي احنا اشترلنا عليها احنا نزلنا بمنتجات نقدر نور عيان مايكرو فينانس بمعنى منتجات منتج زي باب رزق مثلا بروح للمرأة الريفية او للشاب اقول له ابتدى يعمل مشروع مشروع مهما كان بسيط لو ما كانت خياطة مشروع حرفي مشروع يدوي بنديله تمويل برضو بفايدة مقارنة بالسوق في المايكرو فينانس او في المشروعات متناهية الصغر احنا بنكلم في 14% متناقصة يعني لو يعني 3 ونص كل 3 شهور بالزبط وهو مشروع دائما دورة العمل بتاعته اه 15 يوم 20 يوم يا هاي معلش تن